للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري والأمني والعقيد الركن حاتم الفلاحي سيادة العقيد الركن مرحبا بك وزير الخارجي الروسي صرح أن الوجود العسكرية الأمريكية في العراق سيزداد رغم التصريحات الأمريكية بخضه ما الشواهد التي استند عليها لابروف برأيك عمساء الخير لك ولمشاهدين قناة الرافدين أهلا بك بداية دعني أقول بأنه ما تشهده المنطقة من تدخل إقليمي وتدخل دولي يعطي دلالة واضحة أن الصراع في المنطقة أصبح صراع دولي وليس صراع محلي أو صراع إقليمي تشترك به إيران أو تركيا وإنما هناك تدخل كبير جدا الآن الولايات المتحدة الأمريكية بقوات على الأرض وكذلك لروسيا الاتحادية وكذلك تدخل لبريطانيا وفرنسا وإن كان غير تدخل غير مباشر التفريحات الأمريكية تؤكد عدم موجود نوايا للانسحاب من سوريا في المستقبل القريب لأن أمريكا الآن تعمل على صناعة وكيل جديد لها في سوريا لأن تجربة العراقيين لم تنجح بسبب تحول الوكلاء العراقيين إلى وكلاء إلى إيران بما فيهم الأكراد عندما فشلت في إقنع برزاني بإثنائه عن مسألة الاستفتاء وبذلك أنا أعتقد بأنه ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأن المصلحة الأمريكية تقتضي التواجد الآن في سوريا وبقوة وكذلك في العراق أولا ستكون قريبة من جميع الأطراف بما فيها تحديد إيران في الفترة المقبلة من خلال التفريحات التي تصدر الآن من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة إضافة إلى هذا دعم الحلفاء في المنطقة في محاولة تخسيم سوريا في الفترة المقبلة لأن سيطرت أو دخول الحل السياسي بما تريده روسيا بمعنى هيمنت روسيا على المشهد في سوريا لذلك تعمل الآن على عدم إعطاء هذا المبرد روسيا في السيطرة الكاملة على سوريا من خلال تواجد القوات الأمريكية ورأينا الغارات الأمريكية في التفرة المنصرمة عندما تم ضرب قوة قد تنصل إلى 500 شخص عائدة إلى نظام الأسد وإلى الإيرانيين وقسم من الميليشيات إضافة إلى بعض الشركات الأمنية الروسية إذن نحن نتكلم عن صراع محتدم في المنطقة لا يعطي دلالات على أن هذه ستركون بداية انسحاب أمريكي هذا الصراع المحتدم في المنطقة سيطرة العقيد لكم يعني موقف حكومة بغداد منه كيف تنظر إليه يعني بطبيعة الحال هناك تواجد أمريكي في العراق يرسخ صراع النفوذ الأمريكي الروسي كما ذكرتم نعم هؤلاء أدوات يعني جميعا أمم موجود في المنطقة من يعملون سواء إيران هي أدوات سواء كانت في روسيا أو سواء بالنسبة للخوات السورية الديمقراطية أو بالنسبة للحكومة العراقية وما إلى ذلك هؤلاء تحركهم المصالح لهذه الدول الدول الكبرى في المنطقة وبذلك نحن نقول بأنه هؤلاء تستخدمون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما تملي على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية استخدامهم أنا أعتقد أن العراق سيكون ساحة صراع مكملة في الفترة المقبلة خصوصا لما كانت هناك انتخابات لم تصف في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على زمام الأمر في العراق لذلك نحن نقبلين على تعقيد كبير جدا في المشهد السوري وفي المشهد العراقي في الأيام المقبلة إلى أي مدى ترى أن موقف الحكومة في بغداد يخدم الأمن القومي للعراقيين نعم لا شك بأنه البضع في العراق لا يخدم الأمن القومي في العراق أبدا لأنه من يسيطر عليه الآن تسيطر عليه الميليشيات بشكل كبير جدا ورأينا بأنه التهديد لا يصدر من وزير الدفاع العراقي ولا من وزير داخلية ولا يصدر من رئيس سزراء وأنما يصدر من قادة الميليشيات في هذا البلد وبالتالي نحن لا يمكننا أن نتكلم عن مصحة أمن قومي إذا كان من يدير البلد هم أشخاص لا يعتمرون بأمرأة الحكومة العراقية وإنما يعتمرون بأمرأة أطراف خارجية لذلك أنا أعتقد بأنه مشألة الأمن القومي العراقية هي تتقادفها كثير من الأطراف الآن فهناك من يسبع إلى إيران وهناك من يسبع إلى أمريكا وبالتالي نحن أمام فراع في العراق حقيقة تدري هذه الدول من خلال هذه الأدوات شكرا لك من إسطنبول الخبير العسكري والأمني العقيدة ركن حاتم الفلاحي شكرا جزيلا لك